النهاردة يا حبايبي بقى هنعمل فيديو بطريقة جديدة لو عجبتكو قولولي يعني عملوا فيدباك وقلولي يا دي كويسة دي ويا حشاء ان شاء الله هتعجبكو وهي هتبقى لذيذة وممكن تسجلوها عندكم تبقى تلخيص برضو في نفس الوقت انا اتكلمت الاول في الفيديوهات اللي فاتت على الجرام بوزيتف كوكاي والدن الجرام بوزيتف كوكاي بيتقسمه الى ثلاث انواع على حسب الارانجمنت الى بنشز استميها استفيلو كوكاس ما جميع يعني اسميها استفيلو كوكاس الى تشينز سلاسل استريبتو كوكاس الى ديبليو او اتنينات ودي سميتها نيومو كوكاس النهاردة هتكلم على الجرام نيجاتف كوكاي اي جرام نيجاتف كوكاي بسميها نايسيريا مجالب ما تشوفوا كوكاي حمرة هتقولوا على طول نايسيريا يبقى بقى ايه النايسيريا ثلاث انواع اللي هنتكلم عنها نايسيريا جونو كوكاس نايسيريا منين جي تي ديس زي ما بقول لكم في المحاضرات تقولوا وراي عشان تحفظوا الاسم صح نايسيريا كومينسل كومينسل يعني متعيشة طيب ايه الانواع دي بقى الاول نايسيريا اللي هي نايسيريا جونو كوكاس ان يعني نايسيريا نايسيريا جونو كوكاس بتعمل الجنورية جنورية يعني السيلان مرض تناسولي سيكشولي ترانسيميتد ديزيز ببقى فيه صديد نازل من الجينيتل تراكت ايضا ان ميل او في ميل زي السيل فبنسميها السيلان دي واحدة من الامراض التناسلية اللي بنسميها فينيريال ديزيز حفظوا الاسم ده فينيريال ديزيز فينيريال ديزيز تساوي سيكشولي ترانسيميتد ديزيز بدم سيكشولي يبقى اتينفكت بوث ميل اند في ميل الميل يا اما هيجيلي في حالة اكيوت يعني لسه عنده جنورية حاليا وبسرعة فبيبقى عنده يوريثيرال ديستشارج صديد نازل من فتحة البول من يوريثيرال من الجينيتل تراكت كذلك الفيميل اذا كانت اكيوت لازم ينزل برضو يبقى ديستشارج ده موجود في الاكيوت ايضا ميل او في ميل في الميل والفي ميل بس ينزل من الفاجينا انما هو حقيقة جاي من اليوترس وبينزل من الفاجينا يبقى ما يسميه تراين ديستشارج نازل منها لو العيان ده ما تعالكش او الكسف يروح لدكتور او 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 تبصت لاقوا الديستشارج اختفت ايضا ميل او في ميل برضو ما بقاش فيه صديد واسمي الحالة دي يبقى فيه كرونيك جنورية ان ميل وفيه كرونيك جنورية ان في ميل الكرونيك جنورية ان ميل بيبقى عنده مورنينج دروب نقطة بتنزل الصبح زي تمريلات الصباح كده نقطة تنزل الصبح اول ما يسحب نوم تتجمع بقى لانه بقت كرونيك خلاص وتروح نازل للصبح بعد كده بتوقف كمان مورنينج دروب ويبتدي الأورجانيزم يخش على البروستات البروستاتا تتضخم وبعدين على السيمين الفيزيكلز تروح للسيمين وتأمل ستريليتي يبقى إذن الكوروني الجنورية بيبقى مانيفستة الصبح وبعدين بروستاتايتس بقى العيان يبتدي البول بتاعه يحرقه أي حاجة فيها حرقان بيسميها ديس دي واي اس يبقى ديس يوريا حرقان في البول الفيمين بتقف ديس تشارج وبتبقى اسمتوماتيك معلاش أعراض غير أن يجي لها برضو ديس يوريا يبقى فهمنا الأعراض الكلينيك نيجي بقى على الدياجنوزيس إزاي أشخص جنورية إزاي ما قلتلكم أشخص جنورية إزاي أشخاصها بإنها أخد الديس تشارج فروم دي أكيوت ستيتش اللي هي مليان ديس تشارج إزاي إميل أخد ديس تشارج أعمل منه فيلم أشوف اللي انتو شايفينه دا شايفين دا باسلز 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 كتيرة جدا وبعدين ألاقي جرام نيجاتف كوكاي إنترا أند إكسترا هذه الباسلز شايفينها يبقى كل اللي انتو شايفينه دا باسلز اللي هي الحاجات الحمراء ودي بوليمورفس بوليمورفس يعني كثيرة النواة أو عديدة النواة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة دا منسميها بوليمورفس وتلاقي الباسلز جوه جوه الخلية وخارج الخلية بسميها إنترا أند إكسترا سيليلو دا في الميل والفي ميل دا جنوزيس في لحظة عيان جايلي عنده ديستشارج من اليوريسيرا أو في ميل أخد الصديد دا أعمل منه فيلم أسبقه بجرام يتبين لي الصورة دي اللي بتيجي في متحان العمل كتير جرام نيجاتف كوكاي إنترا أند إكسترا سيليلو إيه البوسيبيلتي بتاعتك جونورية طيب هل الجونورية دي ممكن تيجي نون سيكشول دي مسميها نون سيكشول جونو كوكا الانفكشن شكلها إزاي بقى النون سيكشول الجونوريجية الانفكشن دي البنات الصغيرين يجي لهم فاجينايتس التهاب في الفاجينا الكبار لا أنا الكبار الفاجينا زي ما يخدته في الهيستولوجي ليند باستراي ثفايد سكويمة إبيسيليم فلا يمكن الجونو كوكا استعمل فيها حاجة إنما البنات الصغيرة يجي لهم إزاي البنات الصغيرة دي طبعا نونسيكشول سنة اثنين ثلاثة أربعة بنت إنها تقعد على كنتاميناتد توالت سيتس يعني القاعدة بتاعة توالت مش نظيفة حد كان قاعد عليها عنده جونورية فيجي له فاجينايتس فالفو فاجينايتس ممكن بقى العيلي توالت من أم عندها جونورية فوهو نازل تروح الجونو كوكس نازلة في عينيه تعمل له أفثالميا نيونا تورم قلنا نيونا يعني النونة اللي مولود نيونا تورم أفثالميا يعني التهاب العين أفثالمولوجي يعني علم أمراض العين فدي أفثالميا نيونا تورم يعني التهاب في عينيه بصوا كده تلاقي العين مليئة صديدة ومقفولة ازاي عيني ويتولد بيها طيب هل يوجد أورال مانيفستيشن للجونورية طبعا للأسر ده sexual behavior شازة تمام ده يجي له إيه بقى نيكروتك سودو ميمبرين تلاقي بقى في بقى الشخص ده أو في بقاه في بقاه هي بالذات تلاقوا فيه سودو ميمبرين نيكروتك نيكروزيز وتلاقوا severe painful erythromytus inflammation يعني إيه erythromytus inflammation يعني التهاب لونه أحمر شكل دم الغزال كده وvery painful treatment c-foo تكسيم single dose أو أي penicillin زي ما قلنا إن علاج الكوكاي كلهم penicillin بس c-foo تكسيم تكسيم في single dose بيريح الدنيا نعم penicillin بياخد more than single dose طب دخلنا على الكوكاي الحمراء التانية اللي هي نايسيريا منينجي تي ديس النيسيريا منينجي تي بتعمل ايه بتعمل مرض خطير جدا اسمه epidemic يعني وباء epidemic وباء endemic يعني متاطن خلي بالكم الكلمتين epidemic cerebrospinal meningitis الالتهاب السحائي الوبائي إنما في جملة كده احنا عرفنا عمتا الحمى الشوكية بتعمل ايه كمان ممكن تخش في الدم وتعمل fulminant meningiococemia يعني المeningiococcus مشى في الدم بكمية كبيرة فالمينيت يعني بغزارة تالت حاجة بتعمل لنا mild pharyngitis ودي عملية سهلة قوي بس بتخلي العيان ده كارير والكارير ده هو أكتر حاجة بتاعدي يبقى إذن النسيريا meningitidis بتعمل epidemic cerebrospinal meningitis بتعمل mild pharyngitis تحول الشخص ده إلى كارير حامل الميكروب ولكن ليس عليه أعراض غير زوره بيوجعه وبتعمل phalminant فيضان meningiococchemia meningiococcas في الدم كوكيميا meningiococchemia تمام طب إزاي الميكروب ده بيوطط نفسه يعني ال virulence factor بتاعته إيه قالوا حاول إنه هو هو كابسول وقلت لكم بيتمرى إن الكابسول ده antifagocytose يبقى الفagocytose مش هتعرفت كله يبقى ده أول حال تاني حاجة البيلي فاكرين البيلي قلنا فيه فلاجيلة بتتحرك بيها البكتيريا وفيه بيلي البيلي دي تروح لزقه على الميوكوس منبريل وبعدين طب ما بيطلع بقى secretory iga قلت لكم iga1 iga1 و iga2 iga1 ده المنينجي وكوكس بتطلع proteases يعني تحلله إذن هذا الميونو أو هذا الانتيبودي ليس لقى منفع دلوقتي لأن البروتيوليز ده virulent factor فاكتور بتاع الضروة بتاع الخطورة البيلي virulent فاكتور الكابسول virulent فاكتور الارجانيزم عليه حاجة اسمها lypo oligo saccharides lypo oligo saccharides ده نوع من أنواع الاندو toxins ممكن يعمل shock هذا الاندو toxin يبقى الثلاثة اللي أقول الأربعة دول هم عوامل الضروة أو الفيلوران part بتاع الارجانيزم طيب إزاي بتتنقل drop it from كيس and carrier يبقى case ومين وcarrier الكارير ده هو أهم حاجة أنا كده رسمت رسمة كبيرة قوي على الكارير معلش يبقى الكارير ده أهم حاجة في الموضوع طيب إيه الأعراض بتاعة الأعراض العين يسخ طيب ما كلنا من يسخ ويجيله sore throat حرقان في ظهوره ما يعرفش يبلع عليقه طيب ده بتجيلنا كتير وبعدين severe headache عنده صداع بقى جمد جدا وبعدين أهم حاجة اللي تحتيها الشرطة دي neck rigidity يعني مش عارب في حرك رئابته عامل كده بصه لو نزلت له رئابته كده يصوت من كتر الوجب وبقى أن يخش في غيبوبة كومة تؤدي إلى دف طيب شخصه إزاي ده والله إذا أنا عندي بقى كارير وعندي كيس أنا دلوقتي ملهي في الكيس اللي هي عنده fever وصور وصور وسفير هدك وneck rigidity وقولنا نيك رجidity دي مهمة قوي وكومة أنا هيجيلكوا كيس كتير السنة دي طيب عشان خصوش زي ده زي ما تشوفين في الرسمة دي شايفين بخش بحقنا اسمها lumber puncture إيه lumber puncture دي بقى دي بخش ما بين lumber 3 و 4 عشان spinal cord بيكون usual إنه انتهى بخش إذا أخبط في spinal cord ويروح طلع السي اس اف السي اس اف ده بقى ده very clear لو حد ما شافش السي اس اف السائل النخاعي تبصلي نازل تيك 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 نقطة نقطة وcolorless odorless في حالة المينجايتس زي ما انتم شايفين كده ميققسين تلاقوه تيربد معكر خالص ونازل بسرعة بدغط under tension فو لأن مليانة باس جوه مليان باس طب الكاريال قالوا الكاريال مش شايل الميكروب في ظهوره ولا في من خيره ده شايله في النيزوفارنجس زي ما شايفين في الصورة كده شايفين الصورة نازل في النيزوفارنجس اهو معموك فبدي بنسميه نيزوفارنج لسواب او اللي اكتشف الخواجة وسط فسموه وسط سواب لسواب ابو وسط يبقى ازا الكيس اعمل under complete aseptic precaution aseptic يعني ينظف الجلد كويس والحق ننظيفة وكل حاجة وإلى أدخل مصيبة في السي اس اف وبعدين واروح فاتح الحق واروح منازل السي اس اف بقى نازل تيربيد واندر تنشى مواش كلير ونقطة نقطة طيب والكاريير نيزوفارنجس سواب يطلع الميكروب طيب بعد ما اخد السي اس اف ده من الكيس اعمل في ايه اخده اخده امبوبا واعمل سنت رفيوجيشن يترصب تحت راسب اخده اعمل منه فيلم في الفيلم ده هشوف ايه بصوا هشوف ايه هشوف نفس الباسلز اللي موجودة ده والكوكايلونها احمر انترا انت اكسترا ساليولار تمام يبقى اذا لو جالنا هزي الشريحة اقول ايه اقول دي منينجي كوكاس او جونو كوكاس طب اعرف من من العينة اذا كنت ااخد باسل من اليوريسير هتيبقى دي جونو كوكاس اذا كنت ااخد سي اس اف تيبقى دي منينجي تيتس فاهمنا دي طيب اعالجها ب ثيرد دي ثيرد جينيريشن كيفالوس بورينز او سيفالوس بورينز زي ما انتوا عوزين تقرأ يعني بنقولها كيفالوس بورينز يعني نوع من الانواع الانتيبيوتكس اللي بيشتغلها البكتيريا سيل وول طيب اذا يعمل بريفنشن اعمل بريفنشن بقى ان في حالة منينجي كوكاس حصلت في جامعة كذا يبقى لازم الطلبة في جامعة كذا يقول كلهم ياخدوا ريفامبسين او سيبروفلوكساسين ده ايه ده ده بريكوشنز ده ده بريفنشن طيب انا عاوز اروح احج عبالنا جميعا لو اروح حج هلاقي كاريرز كتيرة من شرق نسبة الكارير بتاع المينجي كوكاس فيهم كتير جدا جدا يعني لو واحد سوداني عطس في واحد فينا يقلبنا تانيون فاللي اعمل له ايه ده بقى طب ما ادي فاكسين طب ما ادي فاكسين لايه ده فيه 11 نوع من المينجي كوكاس اللي بتصيب الانسان A B C Y W 135 فعندي الفاكسين بتاعي بيبقى ضد A و C و Y و W 135 للأسف الشديد مش ضد B فبيده بيعملوله للوقتي فاكسين ياخدوه الحمد لله دي بتيجي سبورادك كده وتروح انما المينجي كوكاس A C Y W 135 دي بتيجي Epidemics وباقية فهمتوا يبقى المينجي كوكاس دي بقى عملية سهلة قوي بتيجي كيسز وهتقيل لكم كيسز برضو في الميتر او تقيل في الفاينال مدرسة بيحبوه قوي الطلبة بتوحه وبعدين فجأة غابت بيسألوا عليها قالوا دي في المستشفى في كومة في غايبوبة وعملولها تحليل وعملولها Lumber Puncher طلعت عندها مينجيو كوكاس يعني عندها Epidemic Cerebral Spinal Meningitis الاسئلة يا ترى الست دي ادوها ايه ادوها Third Generation كفالو Sporins اللي قدامكم طيب والطلبة بتوحه دول اللي اتعرضوا العدو بتيجي بدروبلت Infection بالرزاز من كيس او كارير يعني طريقة كوحة عطس كلام بصوت عالي يبقى الطلبة بتوحه ممكن يكونوا تعادوا قديهم رفامبسين اور سيبروفلوكسسين تمام وبعدين اطعم كل الجامعة او كل المدرسة بالفاكسين اللي هو Agenist Capsular A C Y W 135 تمام بعد ما تأكد هي نوحة ايه خلاص طيب هي الست دي نقلوها المستشفى لإيه لاندها جالها سيفير هدك وفي فروسورس روت وراح الدخلة في Retracted Penful نيك مش عارف اتحركها خالص ودخلت فيكو فهمتو الكيس اللي بتيجي دي هم شكرا جزيلا على استماعكو ايه رأيوكو اللي عاوز اي سؤال يسأل واللي عنده اي ملاحظة او اي اه حاجة هو عاوزها يعني احسن من كده يقول لاني باي 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 بان ملاحظة لاني عاوز لنا اووز لن اب الا من اوز لحظة